بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا أحلى حاجة أن نحن نقول السلام عليك يا رسول الله فيحصل لنا كل مأمول لأننا سنكون في حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولما نكون في حضرة الرسول ننتظر أن الجمال والنور يحيط كل ما نقول فيا رب وفقنا ببركة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحضر معنا يا رب العالمي احنا يا رسول الله نتكلم عن حديث من أجل أحاديثك بياب أنت أم يا رسول الله حديث مليان بالبركة ومن نور وبالفضل حديث يمكن أن نسميه من الأحاديث المركزية في بناء الحياة حديث كده يخلي الحياة مليانة بالبركة ومليانة بالمدد ومليانة بالخير حديث يخلينا عارفين قيمة الحياة الحديث ده هو ما رواه سيدنا جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوف الحديث ثلاث كلمات ثلاث كلمات بالحياة كلها كل معروف صدق حديث ده من جماله وروعته وفضله خلانا ايه نحس بعالم تاني قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل معروف صدق قاعدة كلية كده قاعدة كلية متكونة من ثلاث كلمات من أجمل ما يمكن أن تسمعه ولكن الثلاث كلمات دي عاملين زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا كلمتان خفيفتان على اللسان ايه كلمتان خفيفتان على اللسان في الآخر خالص يتكلم عن كلمتين دولا بيملقان الميزان حبيبتان إلى الرحمن فاللي حصل تملأني ميزاني بقى اللي حاصل ده أن العبرة ليست بالكلمات ولكن العبرة بالمضمون المضمون العبرة بالمعنى المضمون الذي في هذه الكلمات المضمون خير وبركته عند الله وعشان كده هذه الكلمات الثلاثة تشمل على معاني من أجل المعاني اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به هذا الحديث من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلي الإنسان يخلي الإنسان فيه خمس صفات عجيبة يخلي الإنسان ايه اللي حاصل؟ حر خير منور متعارف مع الناس ايه اللي تاني؟ يسعى إلى مولاه خمس صفات رائعة في هذا الحديث فيعلمك أن كل خير وأمان بتديني اللي حولك ده مكتوب عند الله فكان الحديث وصل الأرض بالسماء المعروف اللي تعمله مع الناس بيوصل أهل الأرض بأهل السماء وخليه بس أكلمكم شوية عن مفهوم المعروف عندي أنا مفهوم المعروف عندي مش بس أنه هو أن أنت تعمل حاجة صحيح ما أفعر كلمة المعروف عند أهل العلم أنه هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس بس كلمة المعروف الذي أفهمه والذي أحبه هي الكلمة التي يفعل بها الإنسان الشيء اللي يتأقن أن الله يعرفه فكلمة معروف أنا بفعل إن أنا بيأذوق حلاوة أنني معروف عند الله فأعمل إيه؟ أي شيء عامله وأنا مستحضر قلبي فيه إيه اللي حاصل؟ ومتيقن أنه هو بمدد الله وبحث ومحل نظر الله فهو معروف حتى على فكرة لو واحد أزاني وصمت فأنا معروف عند الله لأن صمتي دي حكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فالمعروف كلمة واسعة جدا تشمل كل ما يعرفه الناس من الخير سواء لله أو للناس وعشان كده شوفوا حضراتكم كده القرآن وهو بيفهمنا المعروف في حق الناس لدرجة أن المعروف ده ممكن يكون أفضل عند الله من بعض أشكال الصدقة اللي فيها معيرة أو من ربنا سبحانه وتعالى يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى يا الله يعني إيه اللي حاصل؟ يبقى المعروف اللي هو القول والمغفرة إن أنا أعفو عن الناس يا سلام على ده معروف طب ليه المعروف ده اللي هو الكلمة الطيبة قول معروف فاتضح إن كلمة معروف ده معناها الطيبة وعشان كده قلت لكم المعروف ده اللي فيه مدد الله مش كده الكلمة الطيبة صدق حلو قوي يبقى كل معروف صدقة يبقى الكلمة الطيبة جزء من المعروف الذي هو صدق صح طب ليه كلمة طيبة صدقة قالك الكلمة الطيبة صدقة لأنها مطيبة من عند الله وطاب بها قلب العبد عندما تكلم بما يرضي مولاه يا سلام فلما تكلم الكلمة الطيبة إيه اللي حاصل تكلم الكلمة الطيبة بمدد مولاه وعشان كده إيه قول معروف قول معروف هو كلمة طيبة ومغفرة آه إن الواحد يسامح الناس هو دلوقتي بعض الناس يقول ده بس ده عمل سلبي المغفرة ده سامح الناس لا 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 مش عمل سلبي ده عمل إيجابي لأنه غفر لمن